تكريم الفائزين بجائزة خادم القرآن الكريم الشيق القوني تجاني محمد الأول في حفظ القرآن الكريم وتجويده في دورته الثامنة والعشرون وتأتي هذه المسابقة لتشجيع أبناء المسلمين على قراءة القرآن الكريم وحفظه وتتوزأ هذه المسابقة إلى أربعة عفر حفظ القرآن كاملا ثم فرع حفظ جزع من القرآن مقسم إلى قسمين بنين وبنات هذا وقد فاز بحفظ القرآن كاملا قوني تجاني أبد الحمان بينما فازت في قسم البنات فاطمة محمد جبريل المشرف العام للماهد القوني باباقنا تجاني محمد قال إن الماهد ينظم الأنشطة ذات الصلة بالقرآن منذ تأسيسه على يد الشيق القوني تجاني محمد الأول في عام 1958 شارك فيه أكثر من مئتي متسابق ومتسابقة ثمانية وستون من الإناد واثنان وخمسون من الذكور وعن مميزات هذه المسابقة فقد تحدث مدير شؤون القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قائلا هذه المسابقة امتازت بأنها أصبحت من الروافد فضيلة الشيق أحمد النور محمد الحلو المفتي العام لجمهورية شهد تحدث عن فضل قرآة القرآن الكريم هذا الكتاب المجيء من استفار الله سبحانه وتعالى لحفظه والعلاية به فهو من أفضل من يمشي على وجه الأرض مهد القرآن تجاني محمد الأول ساهم ومنذ تأسيسه في تخريج عدة دفعات من حفظة كتاب الله ساهموا في تكوين أجيال على المستوى الوطني وهتى في بعض دول الجوار